بلاغ من وزارة الأوقاف عن حصيلة وفيات الحجاج المغاربة أعلنت وزارة الأوقاف شؤون الإسلامية اليوم الجمعة أنه لا توجد حالة وفاة غير عادية في صفوف الحجاج المغاربة برسم موسم الحج الحالي مضيفة أنه تم إلى غاية اليوم تسجيل عشرين حالة وفاة وأوضح بلاغ للوزارة حول الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة أن هذه الحالات سجلت ما بين التنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار وهو العدد نفسه تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من موسم الحج للسنة الماضية وأضاف المصدر ذاته أنه خلال العشرين سنة الماضية كان عدد الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة كل عام ما بين ثلاثين وخمسة وأربعين حالة أما بخصوص وفيات هذه السنة يؤكد البلغ فهي وفايات طبيعية مذكرا بأن خمسة عشر في المئة من الحجاج المغاربة هذه السنة تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما تجدر الإشارة إلى أن الحصيل الإجمالي للوفيات خلال موسم الحج هذا العام ارتفعت إلى أكثر من تسعمائة شخص غالبية مصريون ومعظمهم لأسباب مرتبطة بالتقس الحار فيما زال كثور يبحثون عن أقربائهم وأصدقائهم الذين فقدوا خلال أداء الفرضة قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي ترجمة نانسي قنقر